لكن نلوم على أهل الفكر وطبعاً هنا أيها الإخوة أنتهز هذه الفرصة لكي أقول نلوم ونلوم ونلوم ولابد أن نلوم بمقدار التقاعص والعجز والكسل وعدم إبراء الذمة من المسؤولية مسؤولية الوقت قليل أيها الإخوة من حنظل الشر يفسد الكثير والكثير جداً من عسل الخير نحن نعيش هذا دائماً هذا الشيء يومي أبتدى الأصبح أنت الآن يمكن أن تحسن إلى أحد الناس عشرة سنين ثم تسيء مرة ينسى كل إحسانك وتذكر دائماً هذه المرة أكل حال هذا الشيء سيء جداً ولكنه في نهاية المطاف في الأسف في التحليل الأخير إنساني هذا طبعاً إنسان الفرد والجماعة الفرد والجماعة يمكن لأمة أن تقدم الكثير لغيرها للحضارة للمعرفة البشرية ثم تسيء مرة أو مرات تضخم هذه الإساءة باستمرار هذه طبيعة البشر سبحان الله لا يحتفون كثيراً بالخير بالإيجابي لكن يفتحون عيونهم أيها الإخوة فناجين على الشر على الزلة على الفضيحة على الخطأ ويحبون هذا جداً ولذلك تعاني الآن الأمة الإسلامية الإسلام نفسه يعاني من أخطاء بعض أبنائه وكاماً أقول دائماً نسبة ضئيلة هذا ليس كلامي إحصائيات علمية في الاتحاد الأوروبي قلب وغير قلب يقول لك هكذا أكثر من خمس وتسعين في بعض الحصات أكثر من سبعة وتسعين في المئة المسلمين مسالمون طيبون وادعون حياتهم تؤكد هذا أنهم مسالمون أكثر الضحايا على وجه الأرض هم من المسلمين على الفكرة نحن أكثر الناس ضحايا نحن أكثر الناس الذين هنظلم المسلمون لكن البقية أيها الإخوة لديهم موقف مختلف لديهم موقف مختلف طبعاً هذه الدراسات العلمية تؤكدوا هذا الشيء جيد وهذا من إنصاف هذه الدراسات تقول حتى هذه البقية المبررات الحقيقية لمواقفها المتشددة سياسية في الجوار يسعدوني أن يكون الأمر كذلك ولكن أنا كمسلم لا أحب أن أغرر بنفسي لا أوافق على هذا تماماً لا أوافق على هذا تماماً لماذا؟ هناك شيء لابد من إضاحه لو كانت البواعث الحقيقية سياسية وهي كذلك إلى حد بعيد جداً يعني لو لم يكن هناك ظلم نزل وحاق بالمسلمين في بلادهم في أوطانهم بشعوبهم بأهليهم لمن بعثت كل هذه الحركات المجنونة المتطرفة التي صار أكثر من يعاني منها الآن المسلمون أنفسهم في بلادهم وعلى أرضهم إذن فيه أيها الإخوة فيه أسباب سياسية واضحة أو من طبيعة سياسية أسباب من طبيعة سياسية هذه البواعث لا نستطيع أن ننكر هذا ولكن انتبهوا الآن انتبهوا ما هي الوسيلة التي يتوسلها هؤلاء الغاضبون الناقمون الساخطون المحبطون الدين ما هو الخطاب الذي ينطلقون منه يظهرون به أهدافهم ويبررونها الدين هذه المصيبة الآن والدين يدفع الثمن والدين يدفع الثمن من الصعب أن تفهم إنسانا غير متمرس في الدرس العلمي وبالأسلوب الأليات العلمية أن هؤلاء مظهرهم ديني ويتكلمون لغة دينية ويبررون أفعالهم بالدين بالنص قال الله وقال الرسول ثم تقول الإسلام براء الإسلام لا علاقة له من الصعب جدا أن يفهم الآخر هذا خاصة الآخر غير المسلم المسلم نفسه من الصعب أن يفهم هذا كيف غير المسلم من الصعب خاصة كما قلت لكم أن قليل من الشر للأسف يعفي على كثير في سجل الخير طبعا الشر بطبيعته هكذا الشر بطبيعته ناري جحيمي سبحان الله شرارة واحدة ممكن تحرق مدينة تحرق غابة الشر هو هكذا جحيمي ناري من طبيعة نارية من طبيعة فوضوية كيوتك يعني طبيعة فوضوية ليس له خطة ليس له منطق مثل النار حين تستشري ليس لها منطق لا تستشري بمنطق معين من الصعب من المستحيل أن يتنبأ بمسالها بدقة أيها الإخوة كذلك الشر نار الشر كما يقال نار الشر هي هكذا من طبيعة فوضوية ترجمة نانسي قنقر شكرا